مصر يظهر نفوذها فيما يحدث اليوم وجودك وعلى فكرة أنا حضرت الموقف ده أربع خمس مرات في كل مرة كنا احنا والعالم والنشاطاء والسياسيين نوجه للإدارة أن مصر فين النهاردة أنت لا تستطيع أن تقول هذه الكلمة نهاردة مصر وقفت قدام قوة إقليمية وقوة عالمية أنا مش هعدي حد من الحدود غير لما أعدي المساعدات العبور أمام المساعدات فيه فيه مفيش مفيش والأخبار اليوم ليست سراً فضلوا الأمريكان المزدوجي الجنسية اللي عندهم جنسية عربية أمريكية أو أجانب أو أو وقفين بالساعات على باب المعبر وعلى الناحية الأخرى لم يكن هناك أحد احنا مش هندخل حد عايز تدخل الناس بتوعك دخل المساعدات هل حد توقف لماذا الإصرار المصري على المساعدات؟ موقف مصر واضح جداً في هذه المسألة وعلى فكرة أنا مش بتوقع حاجة أنا بقولك اللي حصل نهاردة ولا يمكن حد يقول لي ما حصلش ولا يمكن حد يقول لي أصلي دي تمثيلية ولا يمكن حد يقول لي أصلي دا منظر لا 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 دول أمريكان يا بابا أمريكا يا بابا قال له أنا آسف جداً معلش حضرتك الناس دي ترجع ينعدي المساعدات يا ما يعني ما فيش حد هيعدي وهو الممر إذا كان ممر للخروج من غزة ففي ممر إنساني لدخول غزة ففي ممر beaten